بتروح لتسحب راتبك من الصراف بتتفاجأ إنه الشام كل ياته ما فيه صراف شغال كلهم خارج الخدمة وإن حالة في كل حظ ولقيت واحد شغال بتلاقي طابور من الأشخاص الناطرين مثلك ما بتلاحق توقف ربع ساعة لتشوفه كمان هذا الصراف وقف وخرج عن الخدمة لتبلش أنت من جديد رحلة البحث عن صراف تاني يكون شغال لا سمح الله ليش هيك عم يصير يا ترى الجواب كان عند المصرف العقاري واللي قالوا الصرافات عم تعطل لأنه ما فيه عمال عملية تغذية الصرافات بالمصاري بتحتاج أربعين عامل وبالشام كل ياته ما فيه غير سبع عمال لكل الصرافات دمشق خيلوا أول شي بدي يقول لسبع عمال يعطيكم ألف عافية أنتوا فعلا أبطال ولكن معقول المصرف العقاري عاجز يأمن عمال لحتى يطلعوا بهالتصريح أو آسف بهالتصريح المستغرب عملوا مسابقة أنه بدنا نوظف عمالة تغذية الصرافات وأنا بأكد لكون أنه بيقدم علي أكتر من أربعين شخص برياحة بس أنه الصرافات ظل معطلة أول الشهر وآخر الشهر وآخر شي تبرروا هالشي بعذر غير مقبول هذا العذر مثل يلي بيكون قاعد جب نبعط مي وبيقول لك أنا عطشان بس يسأله طيب يش ما بتشرب بيقول لك إي ما في كاسي العالم بتطلع من وظيفة عبانة والدنيا شوب أبدا مو مضطر اليوم الموظف أنه يفتل الشام كله ياته على رجلي لحتى يسحب راتبه الناس عم تقول أنه اليوم نحنا مو بي حاجة أعذار لأن الأعذار تبعكون ما رح تسحبنا مصاري وقت يعطي للصراف نحنا بدنا حلول سريعة نحنا دائما نترك معالجة الأمر ونهتم بمعالجة العذر ليكون هيك حلو أعذار أعذار دائما ما بنسمى نحنا غير أعذار إي نحنا شو بيهمنا موضوع إذا فيه عمال أو ما فيه إن كهرباء فيه ولا ما فيه هاي الحاجة والأعذار الكن الناس ماذا بتسمعه الناس فقط لون بهمه وإنه تروع الصراف تسحب مصغياته وتمشي